إن العالم الإسلامي ومؤسساته الدينية وفي مقدمتها الأزهر الشريف قد سارع إلى إدانة حادث القتل البغيض للمدرِّس الفرنسي في باريس وهو حادثٌ مؤسف ومؤلم لكن من المؤسف أشدَّ الأسف ومن المؤلم غاية الألم أيضاً أن نرى الإساءة للإسلام والمسلمين في عالمنا اليوم وقد أصبحت أداةً لحشد الأصوات والمضاربة بها في أسواق الانتخابات وهذه الرسوم المسيئة لنبينا العظيم والتي تتبناها بعض الصحف والمجلات بل بعض السياسات هي عبثٌ وتهريجٌ وانفلاتٌ من كل قيود المسؤولية والالتزام الخلق والعُرف الدولي والقانون العام وهو عداءٌ صريحٌ لهذا الدين الحنيف ولنبيه الذي بعث الله رحمةً للعالمين وإننا ومن موقع الأزهر الشريف إذ نرفض وبقوة مع كل دول العالم الإسلامي هذه البذاءات التي لا تسيء في الحقيقة إلى المسلمين ونبي المسلمين بقدر ما تسيء إلى هؤلاء الذين يجهلون عظمة هذا النبي الكريم محمدٍ صلى الله عليه وسلم نحن إن نفعل ذلك فإننا ندعو المجتمع الدولي لإقرار تشريعٍ عالميٍ يُجرِّم معادات المسلمين والتفرقة بينهم وبين غيرهم في الحقوق والواجبات والاحترام الكامل المتبادل كما أننا ندعو المواطنين المسلمين في الدول الغربية إلى الاندماج الإيجابي الواعي في هذه المجتمعات والذي يحفظ عليهم هوياتهم الدينية والثقافية ويحول دون انجرارهم وراء استفزازات اليمين المتطرف والعنصرية الكريهة واستقطابات جماعات الإسلام السياسي وعلى المسلمين المواطنين أن يتقيدوا بالتزام الطرق السلمية والقانونية والعقلانية في مقاومة خطاب الكراهية وفي الحصول على حقوقهم المشروعة اقتداءً بأخلاق نبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم هذا وإني لأعجب العجب كله أن توقد نار الفتنة والكراهية والإساءة في أقطارٍ ضالما تغنَّت بأنها مهد الثقافة وحاضنة الحضارة والتنوير والعلم والحداثة وحقوق الإنسان ثم تضطرب المعايير في يديها اضطرابًا شديدًا حتى بتنا نراها وهي تمسك بإحدى يديها مشكات الحرية وحقوق الإنسان بينما تمسك باليد الأخرى دعوة الكراهية ومشاعِل النيران أيها المسلمون لا تبتأسوا مما حدث ومما سيحدث أيضًا فقد تعرَّض نبيكم صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد رحيله لما هو أشد من ذلك مما كان يقابله بالصفح والإحسان والدعاء للجاهلين به بالهداية وكان يقول اللهم أهد قومي فإنهم لا يعلمون عملًا بما أمره الله به تعالى في قوله فاصفح الصفح الجميل فاعفُ عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره وإني لأستبشر كل الاستبشار حينما أتذكر الآية الكريمة المعجزة التي تكفَّل الله فيها وحده بالدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر